اشتركوا في القناة سماؤها تتلألأ بنجمات مواهب لكل من فارق البصر اعينهن وبتحد واصرار استطعنا ان يكونن رمزا للثبات وحب الذات رغم فقدهن للنظر ومن هذا المنطلق يأتي المعسكر الخليجي الاول للمرأة الكفيفة كجهود مجتمعية تنصب نحو دعم هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من اداء دورها الفعال في شتى المجالات هذا المعسكر الخليجي الاول للمرأة الكفيفة وهدف باقامته هي تدريب المرأة الكفيفة وتأهيلها وتبادل الثقافة والمهارات واعطاهم الثقة في حياتهم الاجتماعية المعسكر يعد الاول من نوعه للمرأة الكفيفة ويأتي هذا انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة باهمية رعاية ودعم هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوطيد اواصر التعاون بينهم وبين نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي يوميا فن الحركة وتوجه لتدريب المرأة الكفيفة على العصر البيضاء وايضا تدريب المرافقة للمرأة الكفيفة كيف التعامل مع الكفيفة في مسكتها والطريقة السليمة في اثناء المشي طبعا بيكون ورشات عمل لتأهيل المرأة الكفيفة صباحا يوميا كل يوم محاضرة نوع مختلف جينا نمثل الجوالة كفريق تطوعي نحن نحاول ان نخلي لهم المكفوفين ينخرطون مع المجتمع يقومون تقريبا بالواجبات او الالعاب او المهورات الكشفية اللي بنقدمها نحن على اساس يكون ما في فرق مع الناس الطبيعيين فهذا هدفنا الاول والاخير عروض متنوعة وفقرات خاصة ضمها تدشين المعسكر حيث يصلط الضوء على الاهتمام بتأهيل وتدقيف وتدريب المرأة كي تعتمد على ذاتها ويشار إلى ان المعسكر يهتم بالجانب العملي لتشجيع المشاركات على الاعتماد على النفس واكتساب المهارات الحياتية لترجمتها في حياتهن العملية تحت شعار ارادتنا مرأة الحياة يأتي المعسكر الخريجي الاول للمرأة الخريجية الكفيفة والذي يهدف الى تسليط الضوء على قدرات ومهارات المرأة الخريجية الكفيفة في الارتقاء بذاتها وخدمة مجتمعها ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين